أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية حلقة جديدة من حلقات علم النفس كنا بدأناها من ثلاث حلقات فاتو بموضوع مهم جداً في الوحدة الأولانية وهو موضوع نظريات التعلم وعرفنا في الحلقات السابقة أن أول نظرية ظهرت وأكثر شيوعاً كانت النظرية السلوكية لبافلف اللي هي اسمها التعلم بالاشتراك الكلاسيكي وقال أن التعلم قائم على عملية الإلكتران قائم على عملية التدعيم قائم على عملية الانتفاق وممكن يحصل لعملية استرجاع تلقائي رد عليه العالم الأمريكي سورنديك وقال له لا التعلم بيبقى بالمحاولة والخطأ مش بالاشتراك الكلاسيكي وده عن طريق التمرين، عن طريق الأثر، عن طريق الاستعداد أو التهيير في الوقت اللي كانت بتنادي في السلوكية بضرورة التعلم عن طريق الاشتراك أو عن طريق المحاولة والخطأ ردت عليه مدرسة تانية وهي المدرسة الجستلطية وعرفنا في الحلقة اللي فاتت أن التعلم قائم على أن الكل أكبر من مجموع أجزاؤه أن قائم على عمية إدراك العلاقات بين العناصر الموقف قائم على الفهم والربط وليس الحفظ والصم إلى أن ظهر منتصف القرن العشرين يعني لو حطيت حضرتك كده في صورة التخيل مع مطلع القرن العشرين ولمدة خمسين سنة وزيادة كان التعلم مقسومة بين هل تعلم سلوكي ولا تعلم جستلطي لحد منتصف بعد منتصف القرن العشرين ظهرت مدرسة أخرى تسمى بالمدرسة المعرفية ونادت أن التعلم بيبقى عن طريق تجهيز ومعالجة المعلومات نظرية الرابعة معنا النهاردة ولهنختم بها نظرية التعلم وهي نظرية التعلم أه بس عن طريق تجهيز والمعالجة ولسه قلت لك من شوية دي تنسب إلى المدرسة المعرفية لو أنت فاكر من منهك سنة تانية قلنا لك أن المدرسة المعرفية كانت مهتمة بدراسة العمليات العقلية العليا اللي بيقوم بها للإنسان لأنها بتتوسط ما بين المنبه والاستجابة كلنا عارفين بيوارض علينا منبهات عشان ندي استجابات هنا المدرسة المعرفية ركزت على أهمية العقل في أنه بيفصل المنبهات عشان يقدر يدي الاستجابات فكان تركيزها كله على العمليات العقلية واحد من هؤلاء العلماء هو اسمه دونالد نورمان قدمه تعلم جديد يسمى بتعلم عن طريق تجهيز والمعالجة طيب ببساطة بقى هل عمل تجربة على الكلب زي بفلف ولا على القطة زي سروندايك ولا على الإرد زي كوهلر لا عمنا نورمان ما عملش أي تجار أمال جاب نظريته من أين اسمع كده معي بعد منتصف القرن العشرين أمريكا طلعت علينا باختراع جديد في ذلك الوقت اسمه الحاسب الآلي الكمبيوتر نورمان قدم نظرية تفسر التعلم على غرار فكرة عمل الكمبيوتر يعني ببساطة حضرتك الكمبيوتر ده احنا بنغذيه بالمعلومات لو قدر انه هو يغذينا عنده تخزين جيد هنيجي نقدر نطلبها منه بعد كده يوم يدهنه بشكل جيد قالك وهكذا المتعلم احنا بنديله معلومات لو قدر يغذينا تخزين جيد وبعد كده طلبناها منه فقدر يفهمها بشكل جيد هيضر انه هو يسترجحها بشكل جيد لأ واحدة واحدة كده مستر انت تويتني ببساطة هو لما ظهر كانت التعلم مقسوم لكام نظرية اتنين نظرية سلوكية ونظرية جشتلطية السلوكية قالت اللي عاوزة تعلم لازم يحفظ والجشتلطية قالت اللي عاوزة تعلم لازم يفهم الاتجاه التالب بقى انه هو نادب الاتنين مع بعض التعلم قائم على عملية الحفظ وقائم ايضا على عملية الفهم اذا جمع الرأيين بتوع السلوكية وبتوع الجشتلطية عشان كده تسمى بتجهيز ومعالجة المعلومات طيب اللي عاوزة تعلم بقى يعمل ايه؟ رقم واحد افترض افتراضات مهمة جدا ايه الافتراضات ديات؟ ان اللي عاوزة تعلم المعلومات لازم تبقى عنده قدرة على تخزين المعلومات ادي اول شرطة هوا عاوزة تعلم؟ اه يبقى لازم تبقى عندك مقدرة على تخزين المعلومات طيب اخذ المعلومات ازاي دي بقى؟ راح ربطها باداء مجموعة من العمليات المعرفية اه وكأنه جمع الفريقين مع بعض جمع الفريق اللي قالك احفظ وجمع مع الفريق اللي قالك افهم فرح جمع الاتنين مع بعض يعني بيقول لهم الحفظ هيساعدني على الفهم والفهم لازم يكون مبني على الحفظ فاذا كنت عاوزة تعلم لازم تبقى عندك قدرة على التخزين ولازم تبقى عندك قدرة على اجراء العملات المعرفية هتقول لي ايه هي العملات المعرفية ديت قال لك ارجع تاني لمنهك سنة تانية لما قلنا لك ان فيه عمليات عقلية زي الإحساس زي الانتباه زي الإدراك زي الزاكرة كبال اللي عاوز يتعلم لازم يستثمر الحواس ويستثمر الانتباه والإدراك والزاكرة عشان يقدر ان هو يتعلم طيب ولما يعمل كل المهام دي كلها قال لك لازم يعملها بدقة شديدة عشان دي اللي هتساعد على ان يخزم معلوماته في الزاكرة بشكل جيد التخزين الجيد هيتقدي لان هو هيساعدك بعد كده على الأداء الجيد يبقى افرد انا ما قدرتش أخزن تخزين جيد كده مش هتعرف تؤدي بشكل جيد طب انا ليه ما عرفتش أخزن بشكل جيد لان ما عملتش اي عمليات معرفية اذا هو مش بقول لنا احفظه بس لا ولا فهمه بس لا ده احنا لازم نحفظ ونفهم مع بعض عشان نقدر يبقى دقنا أداء جيد وهده قدر الفريق التالت لما يظهر في تفسير اي موضوع اذا لقى ان فيه فريقين مقسومين الناس تنادي بشيء والناس التانية تنادي بعكسه طبيعي ان هو يجمع الاتنين مع بعض وده فعلا اللي حصل على ايد ايه نورمان انا لو ما بقدرش أخزن المعلومات مش هقدر فها بس انا مش عاوزك تخزن لمجرد التخزين لا انا عاوزك تخزنه وتستسمره في عملية ايه الفهم لذلك هو نادى بالتجهيز ونادى بالمعالجة طيب يا طرى بقى هل ساب السلوكية لوحدها ولا قدر ان هو ينتقد أداءهما طبعا الرقم واحد نقد السلوكية في ان التعلم لا يمكن ان هو يكون عملية اوتوماتيكية تتحكم فيها مجموعة من القانون زي قانون الاثر وكأنه بيقول لبافلوف وبيقول له سوروندايك هو التعلم لازم نعمله تعلم آلي من غير ما نفهمه انتو بتقوله ان احنا لو عملناها كتير اتعلم طيب ماشي طب ما احنا ممكن نعملها كتير ونتعلمهاش يبقى التعلم لا يمكن ان هو يكون عملية اوتوماتيكية عملية آلية نمرة اتنين يا سوروندايك انت بتقول الحاجة اللي احنا بنشعر معه بالارتياح بس هي اللي بنتعلمها والحاجة اللي بتجيب عدم ارتياح بنهملها ما بنتعلمهاش طب وافرض حضرتك ان انت تحطيت في موقف ومطالب ان انت تتعلمه بالرغم ان هو بيجيب لك عدم ارتياح يعني حضرتك فيه مادة انت بتكرهها ما تتعلمهاش طب ما ده هيقدر لانك تسقط فيها فوجهت نظره ان التعلم لا يمكن ان هو تتحكم فيه مجموعة من القانون لان التعلم مش عملية اوتوماتيكية طب التعلم هو ايه يا نورمان التعلم قايم على الكم الاكبر من المعلومات التي تم الحصول عليها تعلمك مبني على كمية المعلومات اللي انت حصلت عليها وقدرت ان انت تستفيد منها وراح مقدم لنا شروط للتعلم الجيد تقدر من خلاله تعمل عملية تجهيز ومعالجة المعلومات اربع عمليات نقدر من غلام نحصل عليها كم هائل من المعلومات لازم حضرتك تعمل استقبال وتعمل ترميز وتعمل تخزين وتعمل استرجاع استقبال ترميز احتفاظ استرجاع والاربع يكونوا على التوالي لازم كل عملية تكون جاية في ترتبها عشان العملية اللي بعد منها تحصل يعني لو في عملية ما حصلتش من الاربع دولة الباقي مش هيحصل ده بقى هو اللي هيساعدك على انك تأدي اداء جاي طيب وبدأ يفسر بقى الاربع ده بيحصلوا ازاي نبدأ برقم واحد اول عملية وهي عملية الاستقبال طبعا عارفين ان احنا كلنا ربنا منحنا ودانا حاجة اسمها اجهزة حسية دانا حاسة سمع وبصر وشم وتزوق ولمس نحنا خدناها بسنة تانية يا طرح حضرتك بتعمل ايه بالحواس دي اي معلومة واردة من العالم الخارجي انا بعمل لها عملية استقبال اي معلومة انا سمعتها شفتها كل ده حضرتك قايم عن طريق ان انت ربنا ادلك مجموعة من الحواس تستقبل بيها هزي المعلومات طب افرد بقى حضرتك عندك خلل في هزي الحواس يبقى انت كده مش هتقدر تستقبل اي نوع من المعلومات عشان كده اللي منكم نظر وضعيف بيلبس ندارة واللي ربنا يعافيه سمع وضعيف بيلبس سماعة ليه بيلبس ندارة او بيلبس سماعة عشان يقدر يستقبل المعلومات اللي واردة من العالم الخارج اذا دي اول خطوة من خطوة التعلم ان انت تكون قادرة على الاستقبال عن طريق الحواس طيب وبعد ايه ما استقبلت ايه اللي حصل خد الحاجة اللي انت استقبلتها وديها رمز اديها معنى اديها دلالة عشان تقدر تتعامل معها نقول تاني مع بعض بعد ما استقبلت بعد ما سمعت الميستر بيقول ايه بعد ما شفت كتب ايه لازم اللي انا سمعته اللي انا شفته اديله معنى طب هديله معنى ازاي قالك اديله رمز اديله دلالة عشان تقدر ان انت تتعامل معها بعد كده زي بالضبط كده لما ارسملك مجموعة من الاشكال الهندسية اه واحد تقول عليه مسلس والتاني تقول عليه دايرة والتالي تقول عليه مستطيل اهو مش دو كلهم اشكال هندسية ليه سميت كل واحد باسم غير التاني اه لما سميته مسلس انت كده اديته رمز اديته معنى ودلالة ولما سميته مربع اديته معنى ودلالة تانية يبقى انت كده شفت الاثنين اه يبقى استقبال واحد سميته مسلس والتاني سميته مربع يبقى دا حاجة اسمها رمز ومعنى ودلالة الخطوة التالتة بقى اللي انت استقبلته وانت اديته معنى ورمز شطرتك تجري تحطه في الزاكرة وتحتفظ به يعني تحتفظ به يعني تخزنه وده هنا هيختلف باختلاف مستوى ونوع التنشيط اسمحها كده تاني هيختلف باختلاف مستوى ونوع التنشيط ايه مستوى ونوع التنشيط برضو هرجعك تاني لما انك سنة تانية لما انيلك ان الزاكرات تلاتة حسية وقصيرة مدى وطويلة مدى المعلومة الاول بتعدي على الحسية ثم تنتقل بعد كده لقصيرة المدى ثم تنتقل في النهاية الى طويلة المدى افرد انت بقى حددك ما تنقلتش من كل زاكرة للتانية يبقى انت كده مش تقدر تحتفظ بيها يعني مجرد ان انت سامعني كده اشتغلت الزاكرة الحسية ركزت معايا شغلت قصيرة المدى يا سلام بقى لو كتبت قرية يبقى انت كده شغلت طويلة المدى تقدر تحتفظ بالمعلومات اللي انت سمعتها وديتها معنى ورمز شطرتك بقى انك تيجي في الامتحان تطلب منك اذا قدرت تسترجحها وقدرت تستدعيها يبقى كده تمت عملية ايه التعلم لانك قادر على استدعائها قادر على الاسترجاعها يبقى اي خبرات اي معلومات تقدر تتذكرها اذا انت كده قادر على استرجاعها طب بما انك قدرت تسترجاعها يبقى تمت عملية التعلم بنجاح اذا انت ادائك الان اداء جيد يبقى وجهة نظر نورمان ان التعلم مش عملية اوتوماتيكية ولا عملية تتحكم فيها قوانين زي قوانين الاصر لما قال بفلو في سرونداء الكلام ده اما للتعلم ايه قائم على الكم الهائل من المعلومات التي تم الحصول عليها وقدرتك على انك تستدعيها وتسترجعها بدأ بقى يدعم كلامه يوضح كلامه في النظرية بتلت قوانين هنا الطالب بيخلب بقى يا مصر انت يسأل من شوية ان التعلم ما تحكمش فيه قوانين لا يا حبيبي ما تخلطش الامور دي القوانين اللي هفصر بيها عملية التجهيز المعالجة يعني بقول انت ليه حضرتك خزنت وفهمت لكن مش بقولك انت بتتعلم عن طريق ايه انا بفسر لك تعلمك حصل ازاي اما التلاتة الاوليين بافلف وصلندايك والجستلتين حطوا قوانين يحكموا بها تعلم كل واحد مننا اولا زي القوانين هي قانون العلاقة السابية اولا الثاني قانون التعلم السابي قانون الثالث قانون التغذية الراجعة للمعلومات نبدأ مع بعض اولا زي القوانين هو قانون العلاقة السابية نورمان بيقول ان التعلم قائم على فعل ونتيجة قائم على فعل ونتيجة وعشان يبقى فيه تعلم لازم يبقى فيه علاقة سببية بين الفعل والنتيجة اول تاني تعلم عنده نورمان عبارة عن فعل ونتيجة طب عشان اتعلم قالك لازم تبقى فيه علاقة سببية ما بين الفعل والنتيجة لا مش فاهم الحتة دي اوضحها لك اكتر حضرتك روح تتعلم لغة فرنسية لانك مسافر باريس فكر كده معايا هل انا عندي علاقة سهبية بنت علمي للغة الفرنسية وصفر لباريس اه ما انا عاوز اروح هناك اعرف اتكلم معاهم واعرف اعيش معاهم يبا لازم اتعلم لغته عشان كده انا روح تتعلمت اللغة الفرنسية يبا هنا ما بين الفعل والنتيجة في حاجة اسمها كلمة علاقة سببية يبا اي فعل انت تتعلمه لازم يكون ليه علاقة سببية بالنتيجة المترتبة عليها طب افرد ما فيش علاقة سببية يبا انا كده عمري ما هتعلمه يبا نفس الكلام الطالب اللي عاوز يتعلم لازم يكون عنده دافع لازم يكون عنده رغبة للتفوق رغبة للنجاح يبا انت لما عندكش رغبة او دافع للتفوق والنجاح انت كده مش هتتعلم حاجة يبا رقم واحد قانون العلاقة السببية رقم اتنين هو قانون التعلم السببي هنا بقى مش هنشتغل على العلاقة بالفعل النتيجة لا نشتغل على المركب التاني اللي هو النتيجة اي نتيجة لأفعالك هي عبارة عن نتيجتين اما نتيجة مرغوبة وانما نتيجة غير مرغوبة يبقى اي فعل بنعمله بيترتب عليه نتيجتين النتيجة الاولى ممكن تكون نتيجة مرغوبة النتيجة التانية نتيجة غير مرغوبة خلي بالك في القانون الاولاني يقول لك الفعل والنتيجة بينهم علاقة سببية في القانون التاني بقى مسك الجزء التاني لو كان الفعل اللي انت بتعمله حضرتك نتيجته هتبقى نتيجة مرغوبة يبقى انا هقرر الفعل ده تاني وتالت وعاشر طب افرد كانت الافعال بتاعتي نتائجها مش مرغوبة اقوم ابطل اعملها مرة تانية نقول تاني واحدة واحدة يميل الكائن الحي الى تقرار الاستجابة التي لها علاقة سببية واضحة بالنتائج المرغوب فيها بينما يميل الكائن الحي الى تجنب الاستجابات التي لها علاقة سببية واضحة بس بالنتائج الغير مرغوب فيها يبقى كل ما يكون النتيجة مرغوبة كل ما هقرر الفعل مرة واثنين وثلاثة طب افرد النتيجة مش مرغوبة او ما بطل اعمله يبا انا مش بتعلم عشان بشعر بالارتياح او عدم الارتياح يا عم صلو مضيق لا ده انا بتعلم لان الفعل ده لما عملته ترتب عليه نتيجة مرغوبة فكررته تاني بينما لو ترتب عليه نتيجة غير مرغوبة هتجنب اعمله مرة تانية ندي مثال عشان نفع حضرتك يوميا حريص على ممارسة الرياضة هل عشان انت بتمارس الرياضة كل يوم تتمتع بصحة جسمية جيدة اه طبعا طالما انت بتمشي كل يوم بتجري كل يوم نص ساعة فده يساعدك لانك تتمتع بصحة جسمية رياضي يبقى فين الفعل ممارسة الرياضة فين النتيجة صحة جسمية جيدة طول ما انت ارتشر بصحة جسمية جيدة هيدفعك لانك تمارس الرياضة كذا مرة لحد ما في يوم الايام تناولت طعام من باعة جائلين وقفت كلت من على أكل مكشوف في الشارع فكانت نتيكتو أنك دخلت المستشفى قعدت فيها ثلاثة أيام عندك نزلة وعندك تسمم يا طرح حضرتك بقى لما تخرج من المستشفى هترجع تاكل تاني ولا تقول مش هاكل من هناك تاني إذن الآن عشان أنت كلت من عربية أكلها مكشوف ده فعل ترتب عليه أنك جالك تسمم دي نتيجة طب التسمم ده حاجة مرغوبة ولا حاجة غير مرغوبة حاجة غير مرغوبة فقررت أن أنا ما عملوش مرة تانية يبقى التعلمنا مرهوم بالنتيجة المترتبة على أفعالنا إما نتيجة مرغوبة وإما نتيجة غير مرغوبة في القانون رقم 3 بقى بيوضح إزاي إن النتيجة لو كانت غير مرغوبة تؤدي للتعلم عشان يفرق عنا سرنداي قدم قانون يسمى بقانون التغذية الراجعة المعلوماتية أو التغذية الراجعة للمعلومات فيها باب يقول يا جماعة خلي بالكم ناتج أي عمل تؤديه هنا عمل لو بمعنى الفعل للنشاط اللي أنت هتقوم به اعرف إن النتيجة دي بيترتب عليها مجموعة من المعلومات كم من المعلومات يبقى أي هنا عمل هعمله هيترتب عليه مجموعة من المعلومات المعلومات دي هتساعدك على إنك تقدر تصحح المصار بتاع التعلم بتاعك وإنت لو قدرت تصحح المصار بتاعك يبقى أنت كده تعلمت لا وكمان ارتبط ارتباط وصيق بعملية الفهم يعني دلوقتي اتعلمت وكمان فاهم أنا اتعلمت إيه ليه لأني صححت الخطأ بتاعي نقول أتاني ناتج أي عمل تؤديه ناتج أي عمل بتعمله لازم يترتب عليه كم من المعلومات خد المعلومات دي وصحح بيها المصار بتاعك صحح بيها الطريق بتاعك إذا فعلا نجحت إن انت تصحح المصار بتاعك يبقى أنت كده تعلمت لا وكمان انت فاهم انت تعلمت إيه ندي مثال كلكم عارفين لعبة الشترانك أنا حافظ إن ده اسمه حصان وده اسمه فيل وده اسمه وزير وده اسمه عسكري وكمان فاهم كل قطعة بتتنقل إزاي كده أنا إيه بقى حافظ وفاهم حافظ كل واحدة اسمها والخطأ اللي انت وقعت فيه أول مرة نجحت إن انت تصحح الخطأ ده ما تقعش فيه مرة تانية كده بقى حضرتك قدرت تعمل تغذية راجعة للمعلومات يعني ببساطة وكأنه بيقول مش عب إن احنا نغلط بس أما حاجة إن احنا ما نقررش الخطأ بتاعنا مرة تانية يبقى لو عرفنا أخطأنا وتجنبناها ما قررنا هاش مرة تانية يبقى أنا كده عملت تغذية راجعة للمعلومات وجه الاستفادة من النظرية بتظهر فيه مجموعة من التطبيقات التربوية يعني لو احنا طبقنا كلام نورمان فيه التعلم استفدنا منه إيه يلا خد عندك وعد بقى زي ما تقول أول حاجة نقدر نفهم عمليات معرفية مركبة بصورة موضوعية نقدر يعني احنا لو مشين ورا كلام نورمان هنقدر نفهم معلومات تانية معقدة مركبة بصورة موضوعية يعني بصورة واقعية على سبيل المثال التفكير حضرتك لما بتقابلك مشكلة عاوز تحلها عشان تحلها لازم تفكر فيها طب عشان تفكر فيها لازم تبقى مخازن كم كبير من المعلومات وعملت بعض العمالات المعرفة الأخرى يعني لما عملت احساس ثم انتباه ثم ادراك ثم ذاكرة ها تقدر لما توجدك مشكلة تستدعى الخبرات اللي انت مخزنة تحل بها المشكلة اللي بتقابلك يبقى انت كده عملت عمليات معرفية أكثر تركيبا وأكثر تعقيدا كمان نقدر نستفيد من النظرية في نابة تفسر بعض استجابات الأفراد لأن السلوكيات حضرتك الإنسانية هي عبارة عن محصل التفاعل أربع حاجات مع بعض ظروف حالية خبرة سابقة انفعالات معتقدات أي سلوك بيصدر على الإنسان هو محصل التفاعل أربع حاجات مع بعض المواقف اللي انت موجود فيه لازم تكون فهمه الخبرة السابقة معلوماتك اللي انت مخزنة قبل كده وما تشعر به وما تعتقد يبقى انت عندك فعالك معتقدات وعندك في مشاعرك انفعالات وحاسيس ومخزن خبرات سابقة وظهر لك مواقف جديدة حالية تقدر ان انت تربط ما بين الأربع دو كلهم عشان تقدر تدي سلوك يفسر هذه الاستجابة آه يبقى يمكن من خلاله تفسير استجابات الأفراد فالسلوك الانسان يندج من محصل التفاعل خبرات سابقة مع ظروف حالية مع انفعالات مع معتقدات أكد نورمان برضو في نظريته على أهمية التكرار اللفظ للمادة المتعلمة وبالذات في المراحل العمرية الأولى الراجل هنا نورمان بويلة جماعة احنا لازم واحنا صغيرين نحفظ كم كبير من المفاهيم والمصطلحات والكلمات عشان ده لو قدنا نخزن واحنا صغيرين في المرحلة العمرية الأولى ده اللي هيفيدنا لما نكبر ان احنا نقدر ان احنا نفهم ونربط المواقف ببعض يبا هو هنا اكد على اللي قاله بفرف وقاله سرنضايك بس في المراحل العمرية الأولى ثم رجع اتفق مرة تانية مع الجستلطيين لما قال ان التعلم اللي موزع يبقى اكثر كفاءة وفاعلية من التعلم المكسف عشان نفعون ايه كلمة تعلم موزع وتعلم مكسف حددك قررت ان انت تذاكر موضوع على مرتين كل مرة مدتها ساعة يعني هذاكر النهاردة نظرية بفلف من الساعة ستة للساعة سبعة وبعد كده اريح شوية بعد كده هذاكرها من سبعة لتمانية كده انت حددت مذاكرتك على مرتين ده اسمه تعلم تدريب موزع في حين واحد لا انا هذاكرها كلها على بعض من ستة لتمانية ده هيتعلم وده هيتعلم بس اللي هجيب نتيجة افضل هجيب نتيجة اكفة انك تعملها على مرتين افضل بتعملها على مرة واحدة يبقى هنا اكد على ان التدريب ان التعلم الموزع بيبقى نتيجة افضل من المكسف وبمنها هجيب نتيجة افضل يبقى ده يخليك تقررها مرة تانية لكن لو جاب نتيجة غير مرجوبة هخليني ان انا ما قررهاش تاني كذلك ايضا من اهم التطبيقات التربوية للنظرية بيأكد عليه ان التعلم اللي مبني على المعنى اكثر دواما يبقى لازم الطالب يربط اللي بيتعلمه بالواقع بخبراته السابقة يعني يا جماعة احنا لازم نبقى فاهمين اللي احنا تعلمناه لان ده يخلينا ما ننسهوش في حين لو احنا حافظين بس يبقى احنا كده ممكن معرضين للانتفاق والنسيان اما الحاجة اللي احنا فاهمينها دي عمرها ما تتنسي طب نفهمها ازاي نورمان تملي اي حاجة تسمحها اي حاجة تتعلمها اربطها بالواقع مع خبراتك السابقة يبقى اللي انت اخدته في ابتدائي واعدادي خبرات سابقة واللي انت بتدرسه في السنوي دواقع شطرتك بقى انك تفصل ما بين الابتدائي واللي اعدادي مع السنوي ولا تربط كله ببعد لأ طبعا اربط كله ببعد ده يقليك تتعلم اكثر ايه دوائما كذلك برضو من اهم التطبيقات التربوية لهذه النظرية انها اكدت على ان التعلم بتاع حضرتك بيكون قابل لانتقال لو انت عملت له عملية تطبيق عملي لموضوعات التعلم فاكر في الجستالتين لما قالوا انتقال اثر التعلم ان بسهولة المواقف اللي احنا فاهمنا نقدر نتبقها على المواقف اللي شبه بعض نفس الكلام نورمان تلاقى معهم واكد عليه يا جماعة التعلم لازم يبقى عن طريق التطبيق العمل لان التطبيق العملي ده هو اللي هيخلي الولد ها يقدر انه يطبق نفس مواقف التعلم دي على المواقف المتشبهة يعني لو تفتكر حضرتك كده الحصة اللي انت بتتفرج عليها او الدرس اللي انت سمعته دخلت على المنصات دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي ودورت عليه تتفرج عليه بشكل عملي مش ده هيبقى يخليك تفهمه اكتر ما تسمعه كشرح نظري يعني دخل كده في مادة التاريخ حضرتك المدرس بيشرح لك الحملة الفرنسية رحت انت داخل على اليوتيوب وجبت فيلم عن الحملة الفرنسية فيلم وثائقي بيعرض الحملة الفرنسية عمت ايه في مصر او ايه هي اللي حصل في الفترة بتاعتها ده كده انت طبعت الدرس بتاعك عملي اذا ده عمره ما يخليك تقدر ان انت تنسي في تالت ابتدائي لما جبت شوية فول وحطتهم في علبة زبادي وحطت معهم قطنه كل يوم اسقيهم لحد ما كبرت ده تطبيق عملي انا عملته بإيدي طيب بعد كده بقى اقدر ان انا اطبق ونقل المواقف تانية مشابهة من النظرية من اهم تطبيقاتها التربوية ان النشاط اللي المتعلم هيقوم به اللي هتبزله ده هيجعل الاداء بتاعك افضل في المعالجة والاسترجاع وافضل في عملية العمق يعني لو حضرتك ذكرت وبعد ما ذكرت حلت اسئلة انت كده بزلت نشاط النشاط ده بسهولة كده يجلي قدرتك على الاداء والاستدعاء افضل وقدرتك على المعالجة اعمق يعني انت ده لما تبدأ ان انت تحل السؤال صحي فاصعب فاصعب تدرب نفسك كده كل شوية على اسئلة متدرجة في الصعوبة ده هيخليك في الاخر تقدر تحل اسئلة اصعب من كل اللي انت حلته قبلك ده ليه لانك بزلت نشاط يبقى انا هقرأ ولخص هسمع الدرس واتفرج على فيديو ليه مش ده كله ده نشاط افضل ما تبقى سلبي في عماية التعلم بتاعتك يبقى كل ما تطالب زود نشاطه في التعلم كل ما اداء هيكون افضل كل ما استرجاع هيكون اعمق كل ما معالجته هتبقى افضل وافضل المهم انك تبزي النشاط في المادة اللي بتتعلمها اخر اهم التطبيقات انه ربط عملية معالجة المعلومات بتكنولوجيا الكمبيوتر عمل ربط بين معالجة المعلومات اللي احنا اسم الكلمين عليها الاستقبال والترميز والاحتفاظ والاسترجاع مع تكنولوجيا الكمبيوتر يعني وكأن بقول لنا يا اخواننا المتعلم والكمبيوتر شبه بعض شبه بعض قالك ازاي الاتنين بيستقبلوا والاتنين بيدمجوا وبعد ما بيدمجوا بيقدروا انه هما ينتجوا حلول جديدة تتناسب مع حل مشكلات مختلفة مش انت درست في تانية سنة وعلم نفس وبتدرس في تالتة سنة وعلم نفس تاني هل ده افضل ان انت تربط تانية بتالتة ولا تسيب تانية لوحدها او تالتة لوحدها طبعا الافضل انك تربط اللي انت اخدته في سنة تانية مع اللي بتاخده في سنة تالتة فلما تدمج الاتنين مع بعض اجي انا اسألك بقى سؤال من خارج المنج ثم تدمج الاتنين مع بعض ثم تقدر ان انت تستفيد من الاتنين مع بعض ده طب ما ده نفس الكلام فكرة الكمبيوتر مش احنا بندي له معلومات وهو يعالجها وهو ثم يقدر انه هو يستقبلها ويدمجها علشان ينتج منها حلول جديدة انا بتدي له ويندوز وبدي له برامج ثم اجي ادي له اغاني ودي له افلام مرة يشغل لي صوت مرة يشغل لي صورة هكذا المتعلم بندي له معلومات كتيرة جدا في علوم كتيرة جدا شطرته ان يدمج كل ده مع بعض ولو قدر يدمج كل ده مع بعض كده هيقدر انه هو يعمل ينتج منه حلول جديدة هيقدر يحل بها مشكلات مختلفة يبقى امتحان اخر السنة حلول ومشكلات مختلفة في طلبة بتحل الاسئلة السهلة وفي طلبة بتحل الاسئلة السهلة والصعبة عشان تحل سؤال صعب في الامتحان لازم تدمج كل اللي انت اخدته على مدار حياتك باللي انت بتاخده السنة ثم تطلع منهم مخرجات جديدة تقدر تحل هنعملها النورمان في تجهيزه معالجة المعلومات كم سؤال كده افكركم بيه اللي احنا اخدناها قبل كده عبارة بتقول لا تضع البيض كله في سلة واحدة هذا المثل الشعبي يتعارض مع احدى نظرات التعلم لا تضع البيض كله في سلة واحدة يعني لو معاكش قائد بيض قسمهم على كذا سلة ما تحطهمش في سلة واحدة طبعا ده بيتعارض مع نظرات الجشتل لان مفهوم الجشتل ان احنا لما نتعلم نتعلم كطريقة كلية كوحدة كلية ولاسا كتفاصيل جزئية حال تاني بنقول فيه من فرط وقوعنا في الخطأ نتعلم ده مثل تركي المثل التركي ده بيعكس يعني بيوضح ويبين ايه من فرط وقوعنا في الخطأ نتعلم يعني من كتر ما احنا غلطنا اتعلمنا من اللي احنا غلطنا فيه طبعا دي كانت نظرات المحاولة والخطأ لادورد سروندايك لما اكد على ان اتاحة الفرصة امام الكائن الحي كي يختار من بين الاستجابات الممكنة الاستجابة اللي هتحقق من خلال الهدف ثم التعزيز سؤال تالت معايا بيقول يقول فرانكلين الشيء الوحيد الاكثر كلفة من التعليم هو الجهد اكتر حاجة تكلفك من التعليم انك تكون جاهد انك هتدفع عليها عواقب كتيرة جدا القانون ده بيدل عند مين طبعا ده بيدل على قانون الاهمال عند سروندايك لما قال ان لو عد علينا فترة طويلة من الزمن ده كده هتضعف الرابطة بين المسير والاستجابة يبقى المعلومة اللي انا تعلمتها لو ما راجعتش عليها نسيتها طب ما انت كده هتدفع التكلفة لانك تعلمتها بس ما قدرتش تحافظ عليها فضعت منك وانستها اشكركم على حسن استماعكم كان معاكم محمد السيد موجه اول علم النفس بالاسماعيلية ألقاكم الى حلقات اخرى وان شاء الله يكون معاكم زميلي سيد محمد عبدالعليم الحلقة القادمة الاربع القادم اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة